اشتركوا في القناة في سباق كأس سموه للقدرة لمسافة 120 كم لعموم واستبلات الاهالي وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالنجاح الكبير لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للقدرة لمسافة 120 كم مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل المشاركة الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من قبل جميع الفرسان المشاركين في السباق بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه فرسان الاستبلات المشاركة وأكد سموه أن سباق خالد بن حمد للقدرة شهد نجاحا كبيرا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان البحرين الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه السباقات مشيدا سموه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان وأكد على تميزهم وفوزهم بالمراكز الأولى والتي جاءت بعد المستويات اللافتة خلال مراحل السباق مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع اللجان العاملة والمنظمة للبطولة وهنأ سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفرسان الفائزين بالسباق وأعرب عن تقديره لجهود جميع عضاء اللجان العاملة في البطولة مؤكدا الدورة البارزة لهم في نجاح منفسات البطولة والتي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين حرصوا على متابعة السباق منذ بدايته حتى المراحل الأخيرة وقد أعرب سموه عن خالص تقديره إلى سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تنظيم هذا السباق للعموم والأهالي وبهذه المناسبة أدلى سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بهذا التصريح الذي قال فيه تشهد رياضة الفروسية وسباقات القدرة ازدهارا كبيرا في العهد الزاهر لسيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بفضل ما يوليه جلالته ويده الله من حرص واهتمام واسعين بهذه الرياضة المرتبطة ارتباطا وثيقا بتراث وتاريخ مملكة البحرين وأضاف سموه فقد استطاعت القدرة البحرينية أن تصل إلى مراتب عالية من النجاح بفضل دعم عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والجهود المتميزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لترجمة توجيهات القيادة الراشيدة برعاية ودعم هذه الرياضة وتهيئة الأجواء المناسبة لممارستها والذي انعكس بدوره على تحقيقها العديد من الإنجازات على صعيد المشاركة الخارجية وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجهود الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة في وضع الخطط والبرامج الكفيلة لضمان استمرارية تطوير هذه الرياضة بما يحقق تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمواصلة القدرة البحرينية للمنافسة في مختلف المحافل والمشاركات الدولية ومن جانبه أشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بدور متابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكافة مراحل السباق مؤكدا أن هذا الدعم له بالغ الأثر في تشجيع الفرسان ورفع درجات الحماس والجدية مما ينعكس أثره على الأداء في السباق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر